تحت رعاية السمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت بطولة البحرين الوطنية والخيل ذات السلالة المصرية لجمال الخيل وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة بمشاركة واسعة من الاستبلات والملاك تأتي البطولة في اطار حرص الاتحاد على مواصلة ارتقاء رياضة جمال الخيل العربية التي حققت العديد من الانجازات في المحافل الخارجية خلال الفترة الماضية كما ان بطولات جمال الخيل سجلت نجاحات متواصلة في البطولات السابقة عبر المشاركة الواسعة من الاستبلات والملاك وتمنت اللجنة المنظمة للبطولة كل التوفيق والنجاح لكافة الملاك والاستبلات المشاركة هذا وساهم العارضون في ابراز معالم جمال الخيل واناقتها في المسابقات المتنوعة التي شهدتها البطولة وسط تشجيع بارز من الجماهير الحاضرة وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الاولى في كافة الفئات مع انتهاء كل مرحلة ترجمة نانسي قنقر